وللمزيد من المتابعين ينضموا إلينا من مدينة العالمين الجديدة مراسلنا محمود جميل محمود يعني بعد التحية ما هي آخر فعليات المهرجان وكيف ترى الإقبال الجمهري محمود هتصنوني مرنا من مدينة العالمين الجديدة ولازلنا نتابع كل الأجواء المختلفة في مدينة العالمين الجديدة يعني نتابع معكم هذه الأجواء التي بدأت بالأمس في ليلة فنية رائعة كانت للقيصر كاظم الساهر والتي كان فيها عدد كبير من محبي القيصر استمعوا إلى مزيج من الأغاني القديمة والجديدة في هذا الحفل ويعني كنا نستمع لأراء الجماهير التي خرجت بعد هذا الحفل مباشرة معبرين عن أولا حالة البهجة التي أطفت على كل المستمعين لهذا الحفل بالإضافة بالطبع إلى حالة التنظيم الرائعة التي كانت موجودة في هذا الحفل من قبل المنظمين ومن قبل إدارة المهرجان وبالتأكيد هذه الاستعدادات ستتواصل اليوم لاستقبال حفل الفنانة الكبيرة مجد الرومي وربما أيضا هناك استعدادات خاصة لاستقبال جماهير الفنانة الكبيرة مجد الرومي بالإضافة إلى أن هذا الحفل بالطبع سيكون له ميزة خاصة بمشاركة الموسيقار العالمي نادر عباسي فبالتأكيد ستكون ليلة رائعة اليوم في منطقة الأرينة التي يتم التجهيز لها والاستعدادات الخاصة بهذا الحفل بالإضافة أيضا لأنه بالأمس كانت ليلة غنية بالفعاليات المختلفة في مهرجان العالمين الجديدة فبخلاف الحفل الذي كان للفنان قاظم الساهر كنا نتابع حفل آخر في المدينة التراثية لأساتذة تبيت العود العربي وهي أولى الحفلات التي تطلقها وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليكون هناك عدد من الحفلات الفنية في المدينة التراثية بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الثقافية والتي تقدم من خلال فرق التنورة والفنون الشعبية في المنطقة الترفيهية وهي الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالإضافة إلى أننا كنا نتابع أيضا بعض الفعاليات الرياضية الموجودة في منطقة الألعاب الرياضية وتحديدا في ملعب كرة القدم الذي استقبل بالأمس فعالية تحدي السرعة بالإضافة إلى أنه سيتم استكمال الفعاليات الرياضية اليوم سيكون لدينا اليوم بطولة واحد ضد واحد وهي البطولة الأولى والنوع الأول في المشاركة في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية بمشاركة كل عشاق كرة القدم من الذين يريدون أن يشاركوا في هذا التحدي بالإضافة بالطبع إلى استمرار بعض الأنشطة الرياضية ككرة الطائرة الشاطئية بالإضافة إلى استمرار عرض مصرحية فيلم رومانسي وفيما يتعلق أيضا بالمصرحيات سيكون لدينا عدد كبير من هذه المصرحيات خلال الفترة القادمة والتي ستبدأ في شهر أغسطس القادم بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض سيكون لدينا عدد من المصرحيات بمشاركة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة إمي سامير غانم والفنان حسن الرداد والفنانة نينلي كريم بالإضافة بالطبع إلى الحفلات التي تكون أيضا بالتعاون مع هيئة الترفيه وموسم الرياض كحفلة الفنان كاظم السهر بالأمس والذي عبر فيها الفنان كاظم السهر على أن التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية هو حلم يعني التحقق وأيضا شراقة قوية في الوطن العربي لمزيد من الحفلات الفنية وأيضا الفعليات التي سنراها خلال الفترة القادمة اليوم أيضا سيكون غني بالفعليات المختلفة بمشاركة كل الزائرين الذين بدأوا في التوافد على مدينة العالمين الجديدة خاصة في الأسبوع الثاني من هذا المهرجان والذي بدأ بداية قوية بالأمس بحفل القيصر وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعليات على مدار اليوم من مهرجان العالم عالمين نعم أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مرسل تلفزيون المصري شكرا جزيلا لك